يا غير خلق الله جئتك طائعا أبغي التأسي والخطى تسبقني إن أولدك حتى الوفاة راميا ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فياوما للمدينة سائرا أنه الحبيب والورى يشهدني إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هادي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثة وكل محدثة بدعة ضلالة وكل ضلالة في النهاية اللقاء الحادي عشر بفضل الله سبحانه وتعالى من الجزء الخامس من صحيح السير وما زال الحديث متصلا حول أحداث فتح مكة حقيقة أن فتح مكة من الأحداث العظيمة وفيه وقائع كثيرة حدثت في فتح مكة مما جاء في فتح مكة مفتاح الكعبة من حديث صفية بنت شيبة أنها أن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الفتح دعا أصمان بن طلحة وأخذ منه مفتاح الكعبة فدخلها ثم بعد ذلك أعطى المفتاح لعثمان بن طلحة مرة ثانية من بني شيبة أما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لرسول الله عليه الصلاة والسلام يا رسول الله يعني أعطيني المفتاح وإجمع لنا الحجابة ومع السقاية فهذا لم يصح إذن صح أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ المفتاح من عثمان بن طلحة وبعد أن دخل الكعبة فإنه أعطاه له مرة ثانية وردت رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اليوم يوم بر ووفاء فأثر صفية بنت شيبة الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ المفتاح من عثمان ثم أعاده إليه عند أبي داود وعند ابن إسحاق وحسن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله الأثر في فتح في فتح الباب لكن غير الصحيح هو ما ورد أن علي بن أبي طالب قال للنبي عليه الصلاة والسلام يعني اجعل المفتاح لي أو اعطنا المفتاح فهذا لم لم يصح بالنسبة لي مفتاح الكعبة النبي عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة وصلى فيها كما روى ابن عمر رضي الله عنهما الحديث متفق عليه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث دخل الكعبة ومعه أسامة ابن زيد رضي الله عنهما ومعه بلال رضي الله عنه فمكث لم يدخل معهم أحد آخر يوم فمكث في الكعبة لبعض الوقت ثم خرج فلما صلى فيها وخرج فلما خرج قال ابن عمر كنت أول من سأل بلالا رضي الله عنه أين صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ويقوله في الرواية أنه نسيت أن أسأله كم سجدة صلى يعني كم ركعة صلى لكن ابن عمر رضي الله عنه لحرصه على تتبع النبي عليه الصلاة والسلام في كل أموره فكان من أشد الصحابة تتبعا لأثار النبي عليه الصلاة والسلام فهو كان أول من ذهب إلى بلال رضي الله عنه عندما خرج من الكعبة يسأله عن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بفتح التي تمنع وهم قوم النبي عليه الصلاة والسلام فكان العرب ينتظرون نتيجة هذا الصراع لو انتصر النبي عليه الصلاة والسلام فإنهم يتبعونه ولو انتصرت قريش فإنهم مع قريش لذا فإن الفتح لما جاء فتح مكة فبدأ الناس يدخلون في دين الله أفواج كما في الصورة قالوا انتصر الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أن الحق معه فقد خرج من مكة مهاجرا وسرا وها هو يعود الآن إليها علانية فاتحا لها فقالوا إذن إن الحق مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فبدأ الناس يدخلون في دين الله أفواج وهذه الصورة يعني نعت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني نفسه لأن إذا كل شيء وصل إلى التمام فإنه يكون إلى نقصان هكذا يعني سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه يبدأ الشيء صغيرا ثم يكبر 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 يصل إلى قمته وتمامه ثم بعد ذلك يبدأ في النزول يعني بداية من بني آدم الإنسان الصغر والشباب ثم نزول إلى الشيخوخة إلى كل شيء هذه سنة من سنة الله سبحانه وتعالى لا تتخلف لا في العباد ولا في البلاد ولا في الأحداث وهذا هو ما فهمه ابن عباس رضي الله عنهما من صورة النصر وفهمه عمر وأقره عمر رضي الله عنه أي أقره ابن عباس على فهمه لصورة النصر أنها نعت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام نفسه لأنه وصل الأمر إلى التمام إذا جاء نصر الله والفتح فوصل الأمر إلى التمام فبعد كل تمام يعني يأتي النقصان فقال ابن عباس رضي الله عنهما هذه الصورة نعت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام نفسه وأقره عمر وقال أنا كنت يعني ما أرها إلا هكذا أيضا لما سأل ابن عباس في جمع من الصحابة نبي عليه الصلاة والسلام أباح لخزاعة أن تسأر من بني بكر لو نتذكر في أول كلامنا قلنا إن السبب في نقض صلح الحديبية هو أن قبائل بني بكر اعتدت على خزاعة قبيلة بني بكر اعتدت على قبيلة خزاعة بإعاز ومساعدة من قريش وهذا هو الذي أدى إلى الفتح لأنه كان في شروط صلح الحديبية أن الحرب توضع لمدة عشر سنوات فالنبي عليه الصلاة والسلام أباح لخزاعة أن تأخذ سأرها من بني بكر حتى صلاة العصر وبالفعل فإن خزاعة سأرت لنفسها حتى صلاة العصر لكن حدث شيء بعد ذلك أغضب النبي عليه الصلاة والسلام كان من حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه وهو عند مسلم في البخارية بنحوه أن رجلا كان عليه سأر لخزاعة يعني ارتكب قتل أحدهم وكان عليه سأل لخزاعة لكن جاء فيه الوقت بعد الوقت الذي حدده النبي عليه الصلاة والسلام لخزاعة أن تسأر فيه فلما قابلوه كان يريد أن يذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ليبايع النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام فحال بينه وبين أن يصل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقاموا بقتله يعني قصاصا مما فعله في الجاهلية فقاموا بقتله فوصل الأمر خبر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فغضب النبي عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا لأنه أباح لهم أن يثأروا إلى صلاة العصر فقط وخطب النبي عليه الصلاة والسلام الناس وكان فيما قال إن الله هو الذي حرم مكة إن الله سبحانه وتعالى هو الذي حرم مكة وأباحها لي ساعة من نهار ثم عادت إلى حرمتها إلى يوم القيامة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الساعة ليس المقصود بها يعني ستين دقيقة وإنما هو الوقت من النهار الذي أباح الله سبحانه وتعالى النبيه صلى الله عليه الصلاة والسلام أن يدخل مكة ويقاتل من يقاتل كما فعل خالد عندما كان قاتلته القبائل التي جمعتها التي جمعتها قريش فالله سبحانه وتعالى هو الذي حرم مكة وأباحها لرسول الله عليه الصلاة والسلام ساعة من نهار ثم عادت إلى حرمتها إلى يوم القيامة وقال النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته هذه إن أعتى الناس عند الله سبحانه وتعالى ثلاثة رجل قتل في الحرم ورجل قتل غير قاتله ورجل طالب بذحل في الجاهلية أي طالب بثأر في الجاهلية كان هناك سأر في الجاهلية لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن دماء الجاهلية موضوعة أن دماء الجاهلية موضوعة لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن دماء الجاهلية موضوعة يعني الذي كان له سأر في الجاهلية فلا يأتي بعد إسلام بعد إسلامه وإسلام الآخر يأخذ بسأل كان له فيه في الجاهلية لذا غضب النبي عليه الصلاة والسلام على هؤلاء من خزاعة الذين قتلوا الرجل الذي كان يريد أن يدخل في الإسلام ويريد أن يبايع النبي عليه الصلاة والسلام وقال النبي عليه الصلاة والسلام لأدفعن ديته أو كما قال صلى الله عليه وسلم أكون بهذا وصلت بفضل الله سبحانه وتعالى إلى نهاية هذه الحلقة أكتفي بهذا وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين يا خير خلق الله جئتك طائعا أبغي التأسي والخطى تسبقني من مولدك حتى الوفاة راميا ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فياوما للمدينة سائرا نعم والحبيب والورى يشهدني ترجمة نانسي قنقر